دور الروح القدس في هذا الموضوع دكتور عمد الآن كلمة روح كلمة روح لوحد إحنا لما نستخدم لما نوصف شخص نقول له صفات كذا نستخدم كلمة صفات صفاته كذا كتاب مقدس بدل ما يستخدم كلمة صفة بيستخدم كلمة روح مثلا تقول روح الوداع شخص عنده روح وديعة روح الحكمة روح الحق تحكي عن صفة الوداع صفة الحكمة صفة الحق ممكن كلمة روح والكتاب مقدس يستخدم سلبيا روح العبودية روح سبات في روح ضد المسيح إشياء سلبية فكلمة روح يعني صفة لما نقول الروح القدس عم نحكي عن كل ما هو مقدس ليس هناك أي شيء سلبي كل شيء إيجابي كل شيء كامل روح الله معاته صفات الله مجتمع الآن فالروح القدس هو الروح الذي يجمع كل الأرواح المقدسة بمعنى كل الصفات المقدسة فيها الروح القدس روح الله لكن الروح هذا ليش بيجمع ليش الروح القدس بيجمع كل الصفات أنه شخصية أقنوم مساوى للآب والإبن الشخصية تستطيع أن تجمع كل الصفات لاحظ شو هذا مهم لأنه في الوحدانية المطلقة الصفات نابعة من مشيئة القدرة بينما في الكتاب المقدس الصفات مجتمع في شخصية بحيث أن كل الصفات متساوية كل الصفات عاملة لا يوجد صفة تعمل من دون الصفات الأخرى أعطيك في الروح القدس الإله الكامل كاملا فإذا نستطيع أن نقول علاقة عجيبة سرمدية بين الآب والإبن بروحهما الروح القدس الذي هو روح الآب روح الإبن روح الله يجمع كل صفات الكمال فلما نقول الآب والإبن روح القدس عم نحكي العلاقة بين الآب والإبن بالروح القدس اللي هو يعطي الصورة الكاملة لهذا الإله ترجمة نانسي قنقر